السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بكل خير وصحة وسلامة بناء على طلب الكثير من الأصدقاء في هذه القناة أعدت وقمت بتحضير هذه الحلقة فيها أجوبة على أسئلة بالدور في ذهن ناس كتير محور هذه الحلقة شخصية الشيخ أحمد الجهري اللي ظهر لنا زي ما كلكم عارفين في لوحة النقش العجيبة اللي مش عارفين كيف عصر عليها وفي نفس الوقت لقينا الشيخ الجهري بيظهر ويصول ويقول في القنوات وبعد كده في قناته على اليوتيوب ثم بعد ذلك آثر الإختفاء فناس كتير وأنا يعني براقب بموضوع التعليقات والسوشيال ميديا على القناة عندي وغيرها من مواقع التواصل في ناس كتير بتعتقد أن الشيخ الجهري هو الإمام المهدي وبيسألوني سؤال واضح هل من الممكن أن يكون الشيخ الجهري هو الإمام المهدي وهل الشيخ أحمد الجهري أخفى علينا أشياء ويعرف حقيقة أمور نحن لا نعلمها بوجة نظري أن الشيخ الجهري شخصية غامضة وأن الشيخ الجهري في علامات استفهام كبيرة كيف عصره على لوحة النقش العجيبة هو طلع قال أنها كانت مع أمير ولا في الإمارات بس أنا بصراحة يعني الكلام ده يعني قد يكون صحيح وفي حاجات تانية الشيخ الجهري أعتقد أنه هو اكتشفها لأنه بيتكلم كلام مش كلام ناس دعاء ومش كلام ناس شيوخ خد بالك لأن الشيوخ ناس اللي بتعتري المنابر يعني بيبقى عنده اختيارات في الألفاظ ونوع من أنواع الدبلوماسية والشيخ الجهري مش بيتمتع بهذا الأمر والراجل لم نتعرف عليه أنه هو مثلا راجل بيدرس فقه ولا بيدرس سيرة إحنا لم نعرفه إلا بلوحة النقش العجيبة فما نقدرش نقول أنه هو من أهل العلم وركز أوه في دقة كلامي ده مش قطح فيه لو أنت تركز ما نقدرش نقول أنه هو من العلماء ولكن هو اكتشف حاجة يعني نقدر نصنفه أنه هو باحث في علم الأساريات الإسلامية أو الدينية نقدر إحنا نصنفه هذا التصنيف خرج علينا الشيخ الجهري في مقاطع منها مقطع مهم جدا وأنا سئلت بالتحديد عن هذا المقطع طالع معه عصايا غريبة وفعلا شكل العصايا ما تيجي تقرب الكاميرا هتلاقي أن هي عصايا مش عادية فناس بتقول أن هي عصا موسى ويتكلم الشيخ الجهري في حلقات دي عن الشياطين الملجمة وعن أحداث ستحدث الفترة القادمة وبالفعل ما تيجي تبص حواليك تلاقي أن فعلا الأحاديث تتحقق كلام الناس اللي هم بيرعوا المنظمة التي تحكم العالم في الخفاء اللي بياقودها من وراء السطار الدجال بالتعاون مع إبليس تلاقي فعلا أن يعني مش عايزة أوضح أكتر من كده لأن عندي ما لا تعلموه فعلا أن في ناس من أتباع إبليس اللي بيعبدوه على الأرض بيطلعوا ويتكلموا عن اللحظة الفارقة اللحظة الحاسمة وبيقولوا أن اللحظة الحاسمة والفارقة ديت هتشهد أعداد بالملايين من القتلى وإسالة الدماء الأمور اللي بيتقرب لإبليس بها اللي هي دماء بني آدم العداوة القديمة مع آدم وذريته معروفة لمن يقرأ القرآن فاللحظة الحاسمة اللي هم بينتظروها وكلام من لسانهم هم نقلا حرفيا عنهم لحظة خروج الدجال هي دي اللحظة الفارقة وبيقولوا أن قبل ظهور الدجال خروج الشياطين بأعداد كبيرة المقيدة يعني زي ما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لن تقوم ساعة حتى تخرج الشياطين الملجمة اللي قيدها سيدنا سليمان في قاع البحار وقيدها في الأماكن بتاعت الجبال وتخرج الشياطين الملجمة ولذلك لا تستغرب عندما ترى الشيخ الجوهري في حلقة من الحلقات طلع بطريقة غريبة وغير اعتيادية وقال لك أنا هقرأ رقية شرعية للأمة الإسلامية كلها لأنه عنده معلومات إن الشياطين الملجمة خرجت وعنده مصدر بيستقي منه هذا الأمر ويبقى الإجابة على السؤال الأهم هل من الممكن أن يكون الشيخ الجوهري هو الإمام المهدي أي شخص الإجابة أي شخص ما لم يدعي أنه هو الإمام المهدي من الممكن أن تنطبق عليه المواصفات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مواصفات معينة للإمام المهدي وتكلم عن يعني كلام مقتضب جدا قصير جدا عن الصفات الخلقية شكل الوجه أقنى الأنف أجل الجبهة فهذه الصفات أيها الأحباب إذا انطبقت على الشيخ أحمد الجوهري أو لا تنطبق عليه فنقول في النهاية أن شخصية الإمام المهدي شخصية لن نتأكد من صحتها إلا ما بين الركن والمقام وخروج جيش الخصف بقيادة السفياني في رواية من الروايات علشان كده أنا بقول للناس أي شخص من اللي موجودين على الساحة اشتبهت فيه إنه هو صحابي مصر اشتبهت في فلان اللي هو الأخنس اشتبهت في فلان إنه هو المهدي الإمام المهدي أو اليماني أو السفياني لا يجوز لنا أن نتصرع في إسقاط هذه الشخصيات على شخصيات آخر الزمان على شخصيات موجودة إلا بدليل واضح دامغ يعني السفياني مثلا نلاقيه داخل على الشام وسيطر ودانت لو السيطرة وبدأت الروايات تتحقق أنا أقول فعلا ده السفياني صحابي مصر ظهر واحد وفعلا الناس عرضت عليه السلطة وهو رفضها يملك ولا يحكم ولئنا فعلا بدأت بعديه علامات زي ملحمة الإسكندرية وظهر المهدي بعديه نقول هو ده صحابي مصر وعايز ألفت نظركم لنقطة في غاية الأهمية والخطورة السفياني ما يظهر مش هيقول أنا بقدم لكم نفسي أنا السفياني الإمام المهدي هينكر أنه هو الإمام المهدي الصحابي مصر مش هيقول للناس أنا صحابي مصر أو أنا صاحب مصر خد بالك من الكلام ده وقت العلماء السبعة مش هيلفوا على الناس يقولوا إحنا العلماء السبعة الناس هي إلا هتقول عليهم ويتعرف الناس عليهم من طريق الحديث إلا هتنطبق فالإجابة على السؤال هل يطرى الشيخ الجهري هو المهدي الإجابة بوضوح لا يجوز لنا أن نتصرع ونسقط شخصيات آخر الزمان على شخصية بعينها إلا بدليل واضح ودامغ هو ده الإجابة واحفظها وبعيد يعني واحد يقول لك والله الشيخ الجهري هو المهدي واحد تاني يطلع لك والله ده الدجال واحد تاني يقسموا الناس كلها بتقسم على شيء ظني وهذا حرام شرعا أن تقسم على شيء ظني القسم لا يكون إلا على اليقين أنت تأكدت منين أنه هو المهدي وانت تأكدت منين ياللي بتقول عليه أنه هو الدجال أنه هو الدجال ولذلك يعني عايز أقول لكم في الإجمال أن الشيخ الجهري أنا متأكد أنه يعلم معلومات لا نعلمها ولعله يكون عصارا على بعض آثار قديمة زي مثلا العصى الغريبة اللي طلع بها مرة واحدة وما طلعش بها تانية ولعله عصر على شيء من آثار الأنبياء الله أعلم دراج الباحث في الأساريات وبرضو لوحة النقش أنا برضو عايز بفتح لك أفكار اللي هو شرحها بهذه الكيفية أنا لو جبت لك اللوحة دي ورتها لك قبل شرح الشيخ الجهري لن تستطيع تماما أن أنت تقول كلمة من الكلام اللي هو قاله ودي حقيقة فالسؤال الأهم الأهم من أين أتى بهذا الشرح هل هذه مثلا الهامات واللي عنده مصدر تاني فهو أولا وأخيرا شخصية غامضة واللي أنا متأكد منه جدا أن هذا الرجل سيلعب دورا هاما في أحداث ما قبل الإمام المهدي سواء بالسلب أو الإيجاب ركز أو في كلامي سواء بالسلب أو بالإيجاب يعني كانت هذه نظرة تحليلية دقيقة ومش عايزين أن احنا نطول عليكم وزي ما بيقولوا احنا هننتظر ونشوف ما ستصفر عنه الأحاديث لذلك أنا برضو عايز أختم الكلام الناس المحبين للشيخ الجهري لا تتصرع وتحكم عليه حكمت عليه بنان على إيه إيه دليلك إنه هو المهدي والناس الأقصى الطرف الآخر بيقولك والله ده الدجال جبت منين إيه دليلك على الكلام ده أو إنه هو من الدجاجلة إيه الدليل إحنا يعني وناس بتطلع تقول لنا والله ده بيقول على الصحابة وبيقول على الرسول أي حد وأنا لسه أرادت كلفت ناس يردوا في التعليقات أي حد بيتكلم بيقول إن الشيخ الجهري بيقول على الصحابة أو بيتكلم عن آل البيت أو بيقول أي كلام أنت شايفه أنه غلط ابعته لنا ولو فعلا طلع غلط هنرد لأن ما فيش حد معصوم غل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فقط أردت أن أنقل إليكم نظرتي لهذا الرجل وللأجواء اللي ممكن تتفاجئ قريب جدا إن الشيخ الجهري طالع ظاهر على الشاشات ولكن مش بالمشهد الاعتيادي اللي هو عودكم عليها يظهر بشكل مختلف عما تعودتم عليه ومش عايز أننا يعني أوضح أكتر من كده بارك الله فيكم أيها الأحباب لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بكل خير وصحة وسلامة بناء على طلب الكثير من الأصدقاء في هذه القناة أعدت وقمت بتحضير هذه الحلقة فيها أجوبة على أسئلة بالدور في ذهن